السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصفة الثانية الاعدادي اهلا ومرحبا بكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير درس جديد من دروس اللغة العربية الفصل السادس من قصة كفاح شعب مصر الفصل السادس من كفاح شعب مصر بعنوان شعب رشيد وحملة فريزر عام الف تمنمية وسبعة الحاملة الانجليزية الفصل السادس بيكلمنا عن شعب رشيد الذي رفضه ابا يعني رفضه في عام كام سنة كام الف تمنمية وسبعة رفض انه يستسلم لجيش اكبر دولة في اوروبا رفض شعب رشيد انه يخضع او يلين او يستسلم بالرغم من ان حامية رشيد لم تكن تزيد على سبعمية جندي اللي بيحمل مدينة ورغم كده لم يستسلموا الحاملة الانجليزية موضوعنا في الفصل السادس الحاملة الانجليزية اللي هي حاملة فريزر وصلت للاسكندرية ليسا موها حاملة فريزر لان قائد الحاملة الانجليزية كان اسمه فريزر يبقى وصلت الحاملة للاسكندرية بقيادة فريزر امتى في منتصف شهر مارس عام الف تمنمية وسبعة مين محافظ الاسكندرية امين اغا في الوقت ده ده كان محافظ الاسكندرية اسمه امين اغا فامين اغا كان تركي الاصل فسلم لهم لايه الاسكندرية لان امين اغا لم يكن مصريا كان تركي لا يجري في عروقه الدم المصري الابي الاصيل وليه هيحارب ويقتل ويتقتل هو سلم لهم الاسكندرية وريح نفسه وما ان وصل نبق الجيش الانجليزي او الموصل الخبر خبر الجيش الانجليزي الزاحف نحو رشيد إلى أسمع محافظ رشيد أول ما محافظ رشيد سمع الخبر جمع العلماء والأعين والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طواقف الشعب عمل مؤتمر ليه؟ للتشاور في أمر هذا البلاء الزاحف نحوهم عشان يتشاوروا ياخدوا رأي بعض هيعملوا إيه في المصيبة اللي جاية؟ البلاء الزاحف نحوهم وقد افتتح المؤتمر بكلمة منه بكلمة من مين؟ من محافظ رشيد بيقول يا أهل رشيد هذا يومكم وتلك دياركم فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة واعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم أنتم أمام أمرين الأمرين واحد إما أن تصمدوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعا عن دياركم وأبنائكم وأموالكم والأمر الثاني إما أن تكتبوا لأنفسكم الزل والعارة والهوان وهذا لا أرضاه لكم فجموع الشعب كلها صاخت في حماسة الموت في سبيل الوطن غايتنا والكفاح من أجله رسالتنا وبعد منقشات استقر رأي الجميع أنهم يقوموا الحملة الإنجليزية حملة فريزر يقوموها حتى الموت وانطلق الأدباء يلقنون الشعب الأنشيد الوطنية التي ترددها الجماهير وقد تجاوب صدى هذه الأنشيد في أنحاء رشيد فبعثت الحماسة في النفوس شجعوا بعض واستعد الناس لليوم الفاصل في تاريخهم استعددا كبيرا ومحافظ رشيد أرسل الرسل إلى خارج المدينة ليخبروه بموعد قدوم الجيش بعت رسل خارج المدينة علشان يعرفوا أول محملة فريزر تقرب يقوموا يبلغوا محافظ رشيد يبلغوه بموعد قدوم جيش الإنجليز الزاحف نحوهم ليه؟ ليكون الشعب على استعداد لللقاء وعندما رأى هؤلاء الرسل الرسل اللي بعتهم محافظ رشيد أول ما شافوا العدو على بعد كم كيلو؟ أربعة كيلو من المدينة بسرعة انطلقوا مسرعين بجيادهم بالفرسان إلى المحافظ ليخبروه الخبر ولم تمضي لحظات وقت قصير جدا انطلق المنادون في شوارع رشيد ليه؟ بيأمروا الناس بالاستعداد والاختباء عملوا خطة أن الكل يختفي الكل يستخبأ والاختباء في المنازل والمتاجر لهذه المحلات حتى تحين اللحظة المناسبة يبقى الخطة أن الكل يختفي من مدينة رشيد وفي دقائق معدودات فعلا كانت شوارع مدينة رشيد خالية من كل نشاط وحركة وزعت الجنود المصرية مع المجاهدين الجنود احنا قلنا كانوا كم واحد 701 في رشيد اتوزعوا مع المجاهدين من أهل رشيد اتوزعوا على المنازل الواقعة في شارع الشارع اسمه دهليزي الملك والشارع ده الشارع الرئيسي في رشيد يبقى وزعوا الجنود مع المجاهدين على المنازل اللي موجودة في شارع دهليزي الملك باعتباره المدخل الرئيسي الشارع ده ده الشارع الرئيسي المدخل الرئيسي للمدينة فالشارع ده مستقيم حتى ينتهي الى حدودها الشرقية يبقى شارع دهليز الملك ده ماسك المدينة من الشرق للغرب اوله عند مدخل المدينة واخره على ضفة النيل اخر المدينة على ضفة النيل كما صدرت الاوامر بفتح الباب الغربي اللي هو مدخل المدينة المدخل الرئيسي صدرت الاوامر بان المدخل يكون مفتوح علشان الانجليز يجي ويدخل على طول بفتح الباب الغربي المتصل بدهلز الملك ففتح على مسراعيه انسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة ولما وصل الإنجليز الظهر كده وعند الظهر دخل الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين وكان الطريق ما بين الإسكندرية الطريق الرملي ما بين الإسكندرية ورشيد قد أنهكهم أتعبهم وكان اليوم شديد القيز شديد الحرارة على الرغم من أنه كان في فصل الربيع في شهر مارس ولم يعترض أحد طريق الغزاه المعتدين ما فيش حد خالص قبلهم ولا اعترض طريقهم بل جالوا انتشروا في المدينة ولم يصادفوا فيها إنسانا ورقهم ما يشاهدون في رشيد من حضائق فيحاء أول مرة يشوفوا مياه النيل العزبة الجارية وشواطئ نهر النيل المزينة بالخضرة وقد قامت أشجار النخيل المرتفعة على شواطئ نهر النيل فاتخذ الإنجليز من شارع دهليز الملك والشوارع الأخرى ما كان للايه استراحة جيين تعبانين من الإسكندرية فدخلوا واستريحوا بعد أن اطمأنوا لعدم موجود مقاومة لما اطمنوا إن ما فيش مقاومة في رشيد عملوا ايه خلعوا الأسلحة وتحرروا من الأمتعة اللي كانوا شايلينها واستكانوا إلى الدعا واخذوا يتسامرون ويدحكون كل اللي كان شايل حاجة نزلها وقاعدوا ايه استريحوا وقد انتشروا في شوارع المدينة انتشروا في المدينة مش لقين فيها حد طبقا للخطة المرسومة يستظلون بظلها الظليل وفجأة انهال عليهم الرصاص من شرفات المنازل والنوافذ يحصدهم حظا وفي غمرة هذه المفاجأة خرج من المنازل الجنود والأهالي المجاهدين اللي كانوا مستخبيين من الجنود ومن أهالي الرشيد وقاتلوا الانجليز بالسلاح الابيض كانوا بيحربوا بالسكاكين السلاح الابيض ففتكوا بها فتكا زريعا واشترك النساء كان يدور النساء برضو في المعركة كانوا ينشدنا الاناشيد ويضربنا بالدفوف كانوا بيشجعوا العساكر فاتذلك في عدد الانجليز أي أضعفهم وخرجوا من المدينة ضاربين هاربين في الصحراء وإلى هنا نأتي إلى نهاية الفصل السادس من قصة كفاح شعب مصر والفصل السادس هو الفصل الأخير من الفصول المكرر دراستها في الفصل الدراسي الأول نلتقي على خير في الفصل الدراسي الثاني أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته